اشتركوا في القناة قال بعض اهل العلم قالت الملائكة ذلك قياسا قياسا واكررها للمرة الثالثة قياسا على حال الجن الذي كانوا في الارض قبل خلق ادم عليه السلام فافسدوا وسفكوا الدماء وقتل بعضهم بعضا فظنت الملائكة ان الخليفة الذي سيخلق سيكون حاله كحال من سبق من الجن سيفسد في الارض وسيسفكوا الدماء وسيقتلوا بعضهم بعضا واستدل اصحاب هذا القول استدل اصحاب هذا القول باثر منسوب لعبد الله بن عمر ولعبد الله بن عباس رضي الله عنهما والاثر رواه بن جرير ورواه بن ابي حاتم قال ابن مسعود قال عبد الله بن عمر وابن عباس رضي الله عنهما قال كان الجن اول من سكن الارض كان الجن اول من سكن الارض فافسدوا فيها وسفكوا الدماء وقتل بعضهم بعضا فبعث الله اليهم ابليسا لا حولها لا قوة الا بالله فبعث الله اليهم ابليسا ومن معه فقتلوهم والحقوهم بجزائر البحور واطراف الجبال ثم خلق الله ادم فاسكنه الارض فذلك قوله تعالى اني جاعل في الارض خليفة هذا الاثر لا يصح ابدا لا سندا ولا متنا بل هو من الاسرائيليات التي وضعت في كتب التفسير هو من الاسرائيليات ولا يصح ان يستدل به البتة على ذلك فالاثر لا يصح لا من ناحية السند ولا من ناحية المتن وهو من الاسرائيليات ولا يجوز الاستدلال به على الاطلاق اذا هذا القول ذكرته لك لأحذرك ولأبين لك ان كتب التفسير لا ينبغي ان تنقل منها كل ما سطر فيها الا بعد تمحيص وتحقيق للروايات من ناحية السند ومن ناحية المتني هذا خبر اسرائيلي لا يجوز ان نستدل به على ذلك فان ادم عليه السلام اول من سكن الارض فان ادم عليه السلام اول من سكن الارض من الخلق القول الثاني القول الثاني كيف عرفت الملائكة ان الخليفة سيفسد في الارض واسفك الدماء قال عبد الرحمن قال عبد الرحمن ابن زيد ابن اسلم لما خلق الله النار انتبه معي لما خلق الله النار خافت الملائكة خوفا شديدا والنار خلقها عظيم وشأنها جسيم وخطرها كبير وقد لا يعرف كثير مننا خطر النار قد لا يعرف كثير مننا خطر النار لكن أرجو فقط أن نعلم أن نار الدنيا جزء من تسعة وستين جزءا من سبعين جزءا من نار جهنم فنار جهنم فضلت على نار الدنيا بتسعة وستين جزءا والحديث في صحيحين إن ناركم هذه التي توقضون جزء من سبعين جزءا من نار جهنم قالوا يا رسول الله والله إن كانت لك فيها قال ولكنها فضلت أي زادت على نار الدنيا بتسعة وستين جزءا كلها مثل حرها ولذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول اتقوا النار فإن حرها شديد وقعرها بعيد ومقامعها حديد اتقوا النار فإن حرها شديد وقعرها بعيد ومقامعها حديد نجاني الله وإياكم من النار وعافاني الله وإياكم من حرها أسأل الله أن يحرم أجسادي أجسادنا جميعا جسدي وأجسادكم على النار إنه ولي ذلك والقادر عليه وهو العزيز الحكيم الرحيم الغفار جل جلاله انتبه معي لما خلق الله النار خافت الملائكة خوفا شديدا وقالوا يا رب لمن خلقت هذه النار فقال سبحانه لمن عصاني من خلقي لمن عصاني من خلقي ولم يكن لله يومئذ خلق سوى الملائكة ولم يكن لله يومئذ خلق سوى الملائكة ولم يكن في الأرض خلق البتة فلما قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة علمت الملائكة أن المعصية ستظهر منهم أي ستظهر من ذرية هذا الخليفة هذا هو القول الثاني من أقوال أهل العلم القول الثالث كيف حكمت الملائكة على آدم أو على هذا الخليفة على هذا الخليفة وعلى ذريته بأن منهم من سيفسد في الأرض ويشفكون الدماء ويقتل بعضهم بعضا القول الثالث قال بعض أهل العلم إن أول ما خلق الله القلم إن أول ما خلق الله القلم فقال الله جل وعلا للقلم أكتب فقال القلم يا رب وماذا أكتب وما أكتب فقال الله تعالى أكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة أكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة فكتب في اللوح المحفوظ ما سيقع في الكون كله وفي الأرض كلها إلى يوم القيامة إن كل شيء خلقناه بقدر فكتب يقول أنصار هذا القول فلعل الملائكة قد اطلعت على ما كتب في اللوح المحفوظ فعرفت من خلال اطلاعها أن الخليفة سيفسد في الأرض وسيسفك الدماء هذا قول ثالث إبقى عرفت الملائكة ذلك من خلال اطلاعهم على اللوح المحفوظ ومعرفتهم ببعض صفات هذا الخليفة القول الرابع قال فريق رابع من أهل العلم إن الملائكة عرفت ذلك بطريق الالتزام يعني إن الملائكة عرفت ذلك بطريق الالتزام بمعنى أن الخليفة أن الخليفة في الأرض سيحكم بين عباد الله تبارك وتعالى بأوامر الله جل وعلا وسيقضي بينهم وهذا القضاء خلي بالك وهذا القضاء بين العباد بالحق وهذا الحكم بينهم لا يكون إلا عند التنازع والتخاصم ووقوع الشر والفساد فلما ذكر الله جل وعلا الخليفة وأخبر عن وجوده كان إخبار الله تعالى عن وجود الخليفة إخبارا ضمنيا عن وقوع الشر والفساد بطريق الالتزام فحيث وجد هذا الخليفة في الأرض ووجد ذريته واقتضى وجود هذا الخليفة واحتج إلى التحاكم وإلى القضاء فلا يكون هذا التحاكم ولا يكون هذا القضاء إلا عند وقوع النزاعات ووقوع الشر ووقوع الفساد ووقوع الخلافات ومن ثم كان الإخبار عن وجود الخليفة إخبارا ضمنيا عن ما سيبدر منه وسيقع منه من شر وفساد في الأرض بطريق الالتزام هذا هو القول الرابع وأرجو أن يكون واضحا أيضا في أذهان آبائي الفضلاء وأمهات الفضليات وإخواني وأخواتي طيب هذه الأقوال الأربعة ذكرها أهل العلم إجابة على هذا السؤال وخذ القول الخامسة والأخير وهو أصح الأقوال وأرجحها عندي وهو أصح الأقوال وأرجحها عندي كيف حكمت الملائكة على هذا الخليفة بأنه سيفسد في الأرض ويسفق الدماء والجواب أيها الأفاضل ما حكمت الملائكة على هذا الخليفة بهذا الحكم إلا بعد أن علمها الله جل وعلا صفات هذا المخلوق فالملائكة ما حكمت ما حكمت هذا الحكم إلا على سبيل اليقين لا على سبيل الظن لا على سبيل الظن وإنما حكمت ذلك على سبيل اليقين لأن الذي أعلمهم بهذه الصفات في هذا الخليفة وفي هذا المخلوق هو الله سبحانه وتعالى هذا تفسير عبدالله بن مسعود وتفسير عبدالله بن عباس وتفسير مجاهد وتفسير الحسد وتفسير قتاده وغيرهم من أهل العلم ومن أئمة تفسير ما حكمت الملائكة على هذا الخليفة بهذا الحكم إلا بعد أن أعلمهم وعلمهم الله تبارك وتعالى ويتأكد هذا المعنى لأن الله جل وعلا قد قال في الآيات التي ستأتي بعد ذلك حكاية عن الملائكة قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فالملائكة تتبرأ من علمها وتتبرأ من حولها وطولها وقوتها ومددها وتثبت أنه لا علم لها إلا بما علمها ربها جل وعلا ومن باب التواضع إن كانت الملائكة تقول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فمن باب أولى أن يقول كل عالم وكل من منى الله عليه بالعلم أن يقول ذلك تواضعا وهضما لحق نفسه ولذاته واعترافا بفضل الله جل وعلا عليه الذي علمه وفهمه وألهمه وبيّن له الحق أن يقول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إذن لما خلق الله تبارك وتعالى آدم أو لما قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة فقالت الملائكة يا رب يا رب وما يكون ذلك الخليفة آه وما يكون ذلك الخليفة فأخبرهم ربنا تبارك وتعالى يكون له ذرية فيفسدون في الأرض ويسفكون الدماء ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعضا إذن الملائكة حكمت على هذا الخليفة باليقين لا بالظن بعد أن علمهم الله ذلك فلا علم لهم إلا بتعليم الله لهم بدليل قوله تبارك وتعالى بعد ذلك عن حكاية عن الملائكة قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا نبغي على الإطلاق أن نتعلق بغير هذا التفسير لأنه التفسير الذي يتفق مع سياق الآيات القرآنية في القصة كلها قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر